خمسمائة وثمانية وثلاثون ممثلا للشعب الأمريكي يعرفون بالمجمع الانتخابي هم من يختارون رئيس الولايات المتحدة الأمريكي ما يعني أن المواطن الأمريكي لا يعد ناخبا مباشرا في انتخابات الرئاسة ألية انتخاب الرئيس الأمريكي والنظام الانتخابي في الولايات المتحدة في التقرير التالي مائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة ألف أمريكي يملكون حق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية سجل منهم ما نسبته ستة وستون واثنان وثمانون في المائة في المائة أسماؤهم للاقتراع الأمريكيون في الثامن من تشرين الثاني يختارون مندبي المرشح لا المرشح نفسه على بطاقة الاقتراع أي أنهم يصوتون للمندبين الذين عرفا سيختارون المرشح الأكثر شعبية في الولاية ويسمى المندبون بالمجمع الانتخابي وعددهم في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ أي أن عدد المندبين يكون نسبة وتناسبا مع سكانها ويبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي خمسمائة وثمانية وثلاثين عضوا ويملك هذا المجمع الانتخابي كلمة الحسم في اختيار الرئيس ونائبه وجميع الولايات ممثلة بالمجمع الرئاسي باستثناء العاصمة واشنطن لكونها مقر الحكومة المركزية وفي حال فشل أي من المرشحين بالحصول على 270 صوتا من أعضاء المجمع الانتخابي فإن مجلس النواب يختار الرئيس ويكون لكل ولاية في هذه الحالة صوت واحد في حين يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس ويمنح لكل عضو فيه صوتا واحد